اشتركوا في القناة ولا يجوز ان يبيع ولا يشتري الا بثلاثة شروط بثمن المثل وان يكون نقضى وبنقض البلد ايضا ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر به على موكله انتهت الوكالة طيب هنا المسألة في مسألة حدود الصرفات الوكيل اذا وقعت الوكالة صحيحة في الامور التي يجوز التوكيل فيها على ما وصفنا في الاسبوع الماضي فانا يجب على الوكيل الاتزام بمقتضى الوكالة لان تصرفه بالاذن عن الموكل فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن شوف هو حدد له امرا فلا يتعداه والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فيجب على الوكيل ان تكون تصرفاته موافقة لمقتضى اللفظ الذي صادر من الموكل او بالقرينة القاضية بما يقتضيه العرف ومتى تصرف الوكيل كان تصرفه صحيحا اذا وافق الاذن حسب اللفظ او القائل المحتفى بالمعنى انه اشترط عليه شروطا ووكله في امور ما لا يتعدى ان تجاوزها وتعدى بتصرفاته غير صريحة وغير صحيحة وايضا هو اذا لم يكن التصريح العرف حاكم يعني هو في بلدة معينة فيها ان الوكالة مشترطة او مقايدة بكذا فيكون هو على ما في البلد من عرف في هذا البلد فان كانت الوكالة في المطلق البيع يعني اذا وكر الشخص غيره وكالة مطلقة في البيع والشيرة السيارات والعقارات وكالة مطلقة لم يقيده بقيد في البيع بنقض او بثمن او بوصف او باجل او بشيء من ذلك فان الوكيل يقوم بالبيع لكنه لابد ان يلتزم بامور وهذه الامور هو لم يصرح بها الوكيل الموكل فلما نلزمه بها هذا السؤال لكم اولها انه كما قال مصنف غيره قال يتعامل بنقض البلد يلتزم الوكيل بالبيع بنقض البلد يعني لدلات او يقال لما لما مع انه اعطاه يعني الوكالة المطلق لما هو طبعا هذه عرف البلد جلت قرية العرفية البلد وهذه بنقض بلد التوكيل فان كان في البلد نقدان يتعامل بأيهما بهما اهله لازمه البايع بالنقد الغالب طبعا لما لازمه البايع بالنقد الغالب لما احنا واجهزه حرب نعم هو الوكيل الاصل الاصل عمله الاحفظ ليش ولذكروا قالوا لو افترضنا ناخد البايع استويا استويا معا فهو ينظر للانفع الانفع له فيبيع بالانفع بالانفع له نعم فانستويا في النفع يبقى بايع بايعه ما شاء الامر الثاني الحلول ومعنى الحلول ان يبيع بثمن الحال المعنى ان الوكيل عند البايع لا يبيع بالتخصيد لا وحب أن تقول لا أن تفكر هاتيك يا مهندس أستاذ محدث ما هو مهندس 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 الاسناد يولي الله مستعان تفضل نعم قد يغرر به كيف نعم صحيح هذا كلام صحيح نعم لا مش هنفسخ لكن يغرر به أن الرجل أصلا يعطي المقدمة وبعد المقدمة مرة مرتين وعندما انقطع فهو سبيل لتضيع مال الأصيل والوكيل مأمور شرعا ايه احفاظ على مال الأصيل فلابد من الحلول لا يبيعه بالتخصيد هو العلماء ايضا يقولون في هذا الباب الوكالة بالاطلاق تضل على الحلول لا على التأخير الوكالة بالاطلاق تضل على الحلول لا على فهيزا هي دلت والعرف وايضا الأحظ يجبان عليه أن يتعامل به بالحلول لا بالتخصيد من ذلك ايضا عدم الغبن عدم الغبن هذه معناها أنه لما يبيع يبيع بثمن المثل أو زيادة فلا يبيع بالأقل لأنه ببيع للأقل خالف مقتضى الوكالة مقتضى الوكالة العمل بالأحظ للأصيل أما إذا باع بأقل يسير وله وجهة في ذلك قد تمر ويعرف يقول له الأسواق الآن ستغلق والمسألة ما تجد أحد يشتري وهذا الأمر أفضل لنا فتقليل من بعض الربح أولى من الخسارة يقول له الآن هو تقليل من بعض الربح لكن يكون أولى من من الخسارة أما إذا خالف الوكيل في أحد أدي الأمور فالبيع باطل بعض الأحكام التي نختم بها كلام عن الوكالة أولها صفة يد الوكيل يد الوكيل يد أمان كما قال المصنط نعم يبطل بيع أزن خلاص ما أزن أنته لو نتكلم أنه فعل ذلك من نفسه أطلق له البيع فباع بالقصد الباع باطل يأتي الأصيل يبطل بيع يقول هذا ليس أزن بيع في الوكالة نعم اللي هو لأنه لو باع بغير عونة البلد يكون فيه التغرير لا ماشي أو لابد ولو فيه اثنين عملتين ياخد الحظ منهم اللي هو ما بيسقط لو قلنا لبنان فيها الليرة وفيها الدولار والاثنان شائعان يتعامل بالدولار مفهوم يبيع بالدولار يبيع بالذي لا يسقط لو أنت فيها هنا فيه غير ضد جني حاجة يا شيخ ولا اعتدت فيها ما صفة يد الوكيل يد أمانة وطبعا أصلا ممكن يقال وممكن يكون وكالة بأجرى في الحالات بأسرها الوكيل يد يد أمانة لأنه ما اختاره إلا هو استأمانهم والعقد أصلا عقد الفاق فيد يد أمانة إلا أن يزمت التفريط يد 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 أمانة أيضا لأنه في الحالتين هو نائب عن الموكل نائب عنه هو استأمانه في ذلك فيد يد يد أمانة خلاص رضي له لكنه له الفسخ وكما قلنا بأن عقد الوكال عقد ارفق مؤونة خذها هدي أو معونة خذ هدي قادة عامة كل عقد ارفق لا ضمان فيه لأن الأصل فيه مبنى على الاستئمان الاستئمان والتعاون الاستئمان والتعاون فأنت استأمنته إحنا بياننا في القاعدة في هذا باب أن من غرر بنفسه يضمن وأنواع التفريط كثيرة أنه يشتري ثياب ويلبسه كل يوم يلبس طقم كما يقولون وده موجود في هذا باب حقا وإذا كلمه الموكل بيخرج منها بشيء آخر إيش هو بقى لا مش لزوم الشوغر أنا بعرضه ما أبس لأنه حرامي عارف هذا شجال كان ياخذ اللحمة يعني عرضها فحرامي فدائما حرامي فحرامي فأولك أنا لابس عرض أنا بعرضه عشان الناس تعترا علي في هذا الباب كل واحد لو سرق في مكان كل يوم بقى البس جاكت فان عمت شاب اسمه هندي يلبسه وامش به قدام الناس أنا بعرضه عشان تشوفه فتسأل منين أقوله من أه هيا أنت كنت معا نادل وشكالك صابع عنده يعني أنت أخدت منه بليزر بنفس الطبيعة دي كان بينبس قدام الناس الغرض المقصود أنه بهذا ارتداء كما قلت هذا تعدي يضمن لو كان بيبيع في أشياء إنها لو عرضت في الشتاء أو في شيء في هواء تفسد وفعلها يضمن والعرفة هنا الذي يضمن هنا فمسألة الدماء معروفة التفريد يكون معروفة بين الناس ولو بيع بغبن مفاحش يضمن خالف أصل الوكالة يبقى هذا الكلام على الوكالة بأجرة تجوز الوكالة أصل الوكالة عقد ارفقه معنا فلا أجرة فيه ويجوز أن يكون متبرعا ويجوز أيضا أن يكون له أجرة النبي وكل بعض الصحابة كعر البارقي وقال له اشتري أضحية فذهب واشتراها وباعها ثم اشترا غيرها وآتى بالدلم للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا النبي صلى الله جعل رافع وكيلا وعمر الضمري أيضا كان وكيلا للنبي صلى الله وسلم وتكون الوكالة أيضا بأجرة وهذه يمكن تعرف حتى مسألة جباية الزكاة جباية الزكاة وكان يجعل لهم أيضا أجرة مقابل العمل النبي صلى الله ماذا قال أعطر أمر ما قال على غيري أنا على أفقر مني قال لديك المال غير مستشف له فخذه يبارك لك فيه النبي صلى الله بعث معاذ جابيا وبعثه معلم بعثه جابيا من أجل أن يستفيد بعثه إلى اليمن جابيا للزكاة من أجل أن يستفيد فيعطيه الأجرة على ذلك فهنا الوكالة تصاحب أجرة يعني نفسك رح عليه عايزاه تعلم بتطلبه وأيضا يعني تجوز الأجرة بالتفاق الاثنين على أجرة معلومة على شروط الأجرة لأن الجهال غرر والغار يبطي العط فالوكالة لابد أن تكون لها أجرة معلومة الآن بيعملوا إيه وقت في الوكالات مش توكيل عرض ما تعرفون ما فيش حد فيكم وكل بأجرة آه لا مش عرضيك انت بتطب على دماغه نسب يقول لك نسبة من الربح ده هذه نسبة لا تجوز وده قال الموارد وغيره الموارد قال في في كتاب الموسوم نعم حبيبي حدده له شيخ حدده له ما أقول لك نسبة تقول لي حدده له أخلص وبعدها الحرامية الكبار يتكلموا بس أخلص الأول أحكيها ما تفضل فالحاصل إنه لو قالوا أخلتك بسبايع هذا السوب على أن جو لك فيه عشر ثمن أو من كل مئة درهم ليه درهم من كل مئة درهم ليه درهم يعني معاه دلوقتي حيبيع بناية البناية دي ممكن تكون بمليون درهم بيقول له كل مئة درهم ليه درهم فأي راح يباعها مليون بسوعة ومئة نعم هذا جهالة هذا جهالة طبعا هذه جهالة ابن تامير الوحيد الذي قال هذه جهالة تقول إلى معلومة فقد قد اغتفر هي لا تغتفر إلا في الجعالة ما تغتفرش في الأجرة فالوكالة إن كانت بأجرة ببنى تكون معلومة هذه لست معلومة حاضر أصفر بس فهذه تكون أجرة معلومة لابد والأجرة المجهولة غرر والغر يبطل بذلك مفهوم من مساءة الجهالة أنه يقول له يعني بيع السيارة ولك فوق حلاوة فوق الماء الجنيف لك حلاوة لك عندي جهال إن شاء الله يرضيك بعض الرماء قالوا هذا يجوز من باب الإرفاق لكن هذا عقد إجارة وانعقد هذا إجارة كالإجارة أنا حمود بقى من كتب العالم فأنت يا ابني أنت قلت لي بتدرس إيه قل لي بس شنفه المهندس ده خلاص عرفنا المهندسين دماغ مراحفين بتدرس إيه علوم حاسبة لا والله هو العفريد ده بيغبيكم ومن هو بتاع جوجل صح ما هو الكمبيوتر وبيتلع هو دي تغبية غباء عام في هذا يا بابا في عقد الإجارة يقول له أنت لك عمل أنك تبيع ولك أجرة عند خمس سيارات بيع خمس سيارات في كل شهر لك عندي كل أسبوع لك ألف دولار دي دي جعلة حمود والله دي أجرة يا بابا دي أجرة حبيبي سيارة سرقة قال أنت لو قتت بالسيارة دي لك حلوة ترضيك فدي فدي إيش دي الجعلة فالجعلة العالمين يقولون هو مش ملتزم بعقد يعني مقابل العمل سيعطيه شيء يرضي فالعمال يقولون ما دام الأمر على التعاون فقد يغتفر فيه ما لا يغتفر في العقد التي فيها المعاوضة أنت لسه ما فهمته والله لسه ما فهمته والله ما فهمته أبس ما فيش عادي بأخذ وخش فيها ما فهمه إزاي الوكالة هذه عقد معاوضة الجعل ما فيش معاوضها وبيخله عمل ممكن عمله وما عمله لكن اتفقوا مع بعض على العقد معاوضة ده يعمل وياخد أجرى مقابل العمل لازم الأجرى مقابل العمل تكون معلومة فعند فلذاك الموردي قال في الحاوي قال لو قال له لك عشر ما تبيع أو درهم من كل مئة درهم هذا كله فيه جهالة فريد المضاربة المضاربة الثمن فيه لابد أن يكون مشاعن ليست أجرى المضاربة رجل معه مال ولا يتقن العمل ورجل يتقن عمل فيعطي المال فيعمل ويقول له الربح بيننا على النسبة ستين وسبعين أنا أخذ ستين وأنت أخذ سبعين وأنت أخذ أربعين وأنت أخذ سبعين وأنت أخذ ثلاثين وقصد هون ده لم ينص أنه وكالة فأول نص وكالة ده مضاربة الشركة نقصد فلازم ينص أنه شركة لو نص أنه وكالة فبطل طبعا لابد يكون شركة يقول لنا خذ المال ضارب لي بهذا المال النمو مين التنصيص التنصيص والعمل التنصيص والعمل التنصيص والعمل نعم فهنا يعني الموارد قال بأن هذا كله لا يجوز والأجر لابد أن تكون معلومة قد يتسامح فيها على أنها جعلة قد يتسامح فيها على أنها جعلة على ما قاله ابن ثمية وقد يتسامح فيها أيضا على أنها تقول إلى المعلومية لما أعطاك النسبة يبقى قالت إليه المعلومية لأنه لو بيعتم كذا هيكون نسبته كذا إلى آخر المعلومية فهو بيقول أصلا اللي ابتدى اللي ابتدى غرر اللي ابتدى غرر ولا يقال لي أن أنا أغتفر اللي ابتدى من أجل معلومة الانتهاء فالأصل بني أصلا على بطل فما يصح في هذا في هذا الباب هو الحقيقة أن نحن يمكن أن نقول في هذه المسألة قد يكون فيها ما فيها من يعني ليس الغرر الذي يؤدي إلى النزاع هو قد يكون فيها ما فيها من السطوة على المال يعني كما تقول كده حاضر أنه إيه اللي يحدث أنه يعمى عليه يعمى عليه ياخد مال من غير المدفوع من غير ما يعلم كيف لحظة بس ياخد مال من غير المدفوع أنتم مصورين وده أكثر الناس بيعملوا كده من تحت الترابيزة بيسلم عليه الدرج المفتوح وبعدين يتصرف مع التاني على مسألة النزاع الذي سيأخذ إذا كان مادة مادة للتغير به نعم فضل من غير المدفوعين 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 فاق جائز المداربة دي شركة عقد ليس بجائز أو قل لا لو قلنا بالإجارة هكون جائز ولا ولازم الأمر الثاني عمله غير محدود المدارب يأخذ المال يعمل به في جميع الاتجاهات إلا إذا اشترت عليه صاحب المال قال له لا تخاطر بالمال في بيع البطيخ بيع الفواكه دون البطيخ أنت فاين وأيضا المدارب المدارب لا يتدخل لا يحتاج لإذن صاحب المال لأنه خاص برمة المسألة صارت عنده هو المدير هو اللي ماسك هو اللي بيكتب الإذن في العمل أو هو اللي يوقفه كل شيء موكل له بيخرج صاحب المال خروج تام وبيسيب له المال انتهى لإلا إذا كان فيه بينهم شروط لابد أن تتوفر نعم أحسن الله لي ماذا قد هي مسألة خلافية لكن الحقيقة لنها غرر وفيها غرر الحقيقة لنها غرر وفيها غرر يبقى مساء الفراعية على هذا الباب نكون قد انتهينا من هذه المسألة إلا إدعاء الوكالة إذا ادعى شخص الوكالة عن الآخر وأراد أن يب مكانه أو يطالب بحقه فهل يصدق بمغرض الادعاء أم يحتاج إلى بينا الأمر يختلف بحسب حالات الادعاء الادعاء الوكالة في الخصومة إذا ادعى شخص الوكالة عن زيد أمام القاضي فإن المكان كان مبسوط بالخصومة حاضراً وصدقه ثبتت الوكالة ولو المخاصمة وإن كذبوا أقام البيناة على الوكالة عند الحاكم ولا يشترط في إقامة البيناة تقدم دعوة بحق الموكل على الخصوم وهذه مسألة تعرف في المحامية وأما استفاء الحقوق أيضاً إذا كان في الوكالة هذا قبض مال فيها من الأخطار فلابد من إقامة البيناة على ذلك عامة بنسبة للوكالة هي مسألة من العقود التي سماحة الإسلام جاءت بها وهي من عقود الإرفاق وكما قلنا الوكالة بأجرى حتى هي من عقود الإرفاق وهي من العقود الجائزة التي يمكن للإنسان يعني أن هذا شيء شكراً لن نعلق لآخر جملة بالباب لحظة شيخ أنها من عقود الإرفاق كما قلنا يعني للإحسان إلى المكلفين في هذا الباب بقية لمسألة كنت سأفوتها أنتهي منها الآن انتهاء الوكالة كيف تنتهي الوكالة العقود كيف ينتهي ينتهي عقود الوكالة بالفسخ هو عقود جائز فللطرفين أن يفسخ لكن هذا الفسخ أيضاً وإن كان جائزاً واجب عليه التقييد وإيش تقييد عدم الضرر نعم تفسخ لكن لا تدور فلو كان وكله بشيء واشتره والأمر لسه بيستلم ومش يستلم غير الوكيل واجب عليه ألا يترك الأمر إلا إيه بعد الاستلام ليه لأنه لا ضرر ولا ضرر نعم وللوكيل يتصل بي يقول له أنت لست وكيلاً الآن أنا رفعت العقد وهذا له ذلك أو ممكن الوكيل يتصل بي يقول له لا توكني بشيء أنا لست وكيلاً لك وأيضاً يفسخ يفسخ العقد ويحق للموكل أن يعزل وكيله وهو غائب فينعزل في الحال في الأصح لأنه لما يرتفع في الحال دون حتى رجوع إليه لما فهلاو ما هو عقد الفقر الزل يلا نحيف أباش مهندس سأهندسة رفاق الشرع 45 ما فيش ممتاز لأنه لا يشترط الرضا لا يشترط الرضا رزاك يفسخ لا يشترط الرضا مش هنقول أنه عقد جائز فلا يشترط الرضا ففي الوقت تول اللحظة يفسخ الوكالة ويبين لهم ويشهد على ذلك ليه بقى يشهد لما يشهد على ذلك لأنه أي عمل عمله الوكيل دون فهو بطر فيبقى يشهد أنه عزله فعند العزل لا يعني تمر يعني أعماله الثاني ينفسخ متى زوال الأهلية احنا قلنا أنه لابد لهم الأهلية من الوكالة فلو جن ففسخ لو أغمع عليه وجاته غيبوبة ففسخ ها ولو مات ده من باب أولى من باب أولى ومات وينفسخ خلاص لو كان كبيرا ورجع للصغر مرة ثانية ده سهلة جدا نعم كبيره وماشى بشرط رحب بشرط ومدرب تنس بيمشي في الشارع لو إيه يعني صار صفيها ده في حاجة أقوى من ذلك شيخ بقول لك بشرط ومدرب تنس طيب ماشى ما هي عندك بقى في نفس مرة ومدرب تنس يروح تجوز الحمد لله شايفين أنا أصلا الحالة وأنتم تزوج يا جماعة هذا جماعة وصيبة بالزهايمر آه نعم أما ليه الزهايمر أنا الساعة تأتيني الزهايمر راجل عده ثمانين سنة وبيتكلم عن طفل ما جبتوش المصاصة ليه ليه ما جبتوهاش يا دكتور ما فيش ما عندوش ما عندوش عندما يستحض اللحظة مائة ساعة رايح وراح يعمل كده ده بيكسلهم الإزاز في البيت فهم زاو ويجري فهذا كناص انفسقت الوكالة ربنا حفظنا شوفت بقى نبي السلام كان بيستعيز بالله من أرض العمر حتى لا يكون على الأحد وحتى أيضا لا يتراجع به الأمر يعني في هذا البدل من ذلك أيضا خروج محل التصرف مشكلة الشيخ منك يصور الزهايمة ولا لا يتذكر إلا اللحظات السية يعني الزهايمة لا يتذكر أبدا اللحظات السية يعني هو يعني هو طالع طالع حيقتل في الناس كلها بقى على كده الله أعلم الدكتور قالك لا يا دكتور صفي تمر عليك هذه تمر عليك الزهايمة هذه ما 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 تذكر إلا السوء فقط ينصب خريبا هي ينصب خريبا 10 ولا إي oy 근� لأن الإقرار إيش إثباته حق يعني الإقرار إثبات ولن يقر على موكيله إلا بإذني لأن الإقرار إثبات حق فلا يجوز للوكيل أن يجوز التحق على موكيله إلا إلا إذا أقرب ذلك لو ظلم ايه خلاص ما يرجع يبقى يتعاقد عقد جديد تنفسخ طبعا ليس كالنوم الحق طبعا بالنوم ومفلا على حق يقر على حق هاي وعلى حق احسن عليك لو ان عمرا وكل زيدا في سداد دين او في اقتراض دين او غير ذلك العكس يعني فزيد اخذ المال وهرم تبرى قدمة هذا الرجل لا ما تبرى خلاص الموكل ضامن للمال طيب لو استلم لو استلم الوكيل دين استوفى الدين تبرى دين تبرى دين تبرى دين لا لا لذلك هو استئمان لا توكل احدا الا من واسقت يدك به يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصر فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم